أكد الأردن أنه اعترض أجساما طائرة خرقت أجوائه ليلة أمس متعهدا التصدي لأي تهديد من أي جهة كانت وقال مجلس الوزراء الأردني في بيان إنه جرى التعامل مع بعض الأجسام الطائرة التي دخلت إلى الأجواء الأردنية ليلة أمس والتصدي لها وشدد وزير الخارجية أيمن الصفدي على أن الأردن لن يسمح بتعريض أمنه للخطر كما أكد ضرورة تكاتف الجهود الدولية لخفض التصعيد وحماية المنطقة كلها من تبعاته وأظهر شريط فيديو لأكالة فرانس بريس اعتراضات في أجواء المملكة خلال الليل بينما سقطت بقايا صاروخ واحد على الأقل في منطقة مرج الحمام بالعاصمة الأردنية وكان الأردن أعلن ليلة أمس إغلاق مجاله الجوي وعد فتحه صباح اليوم في عودة للأمور إلى طبيعتها حسب بيان للطيران المدني ترجمة نانسي قنقر